مرحبا بكم إلى آخر مستجدات القرى على قناة الحدث الإفريقي خفضت وكالة فيتش لتصنيف الاعتبالية الجمعة تصنيف مصر درجة واحدة من بي بلاس إلى بي مع تحويل نظرتها المستقبلية إلى سلبية ما يؤشر إلى أنها قد تخفض تصنيف أكثر في الأشهر المقبلة بسبب المشاكل الاقتصادية في البلاد وتحدثت الوكالة في بيان عن ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويل المرتفعة وتجديد شروط التمويل الخارجي توصلت المعارك في سودان أمس الجمعة رغم الهدنة التي تعاهد القائدان العسكريان المتصارعان على السلطة الالتزام بها ورغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات ولليوم الواحد والعشرين على التوالي استيقظ سكان الخرطوم البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة على وقع ضربات الجوية ونيران المدافع الرشاشة بحسب ما أفاد شهود ووكالة فرانس بريس ومنذ خامس عشر إبريل وكان المدعون قد طلبوا تمديد اعتقال أوديرو لمدة ثلاثين يوما حتى يتمكن المحاققون من مواصلة تحقيقتهم وأكدوا أن هذا الإنجلي الشهير والثري شخص نافذ على رأس آلاف المؤمنين وإذا أطلق سراحه فمن المحتمل أن يؤثر على الشهود أمرت محكمة الخميس بالإفراج بكفالة عن القص النافذ إزيكيال أوديرو الذي اعتقل الأسبوع الماضي في إطار تحقيق في وفاة 109 أشخاص في غابة جنوب شرق كينيا ويشتبه المحاققون في أن بعض أتباع كنيسته نيولايف كانوا من بين ضحايا مذبحة غابة شكهولا القضية التي تهز هذا البلد المتدين في شرق إفريقيا منذ عدة أسابيع إلى هنا نأتي إلى نهاية الموجز شكرا على المتابعة إلى اللقاء